ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة السالم عبدالله نيمر اللقاء السنوي لقادة فروع الوحدات الأمنية ومدراء فروع المصالح وأمن المدريات والإدارات الأمنية بشرطة المحافظة بحضور نائب مدير عام الأمن وشرطة العقيدة ركن أحمد علي رافيت وفي اللقاء أشار الأمين العامل الأهمية التي يكتسبها هذا اللقاء في إعداد الخطة الأمنية للعام 2023 وتقييم نشاط العام المنصرم 2022 والوقوف على أوجه القصور ومعالجتها إضافة إلى ما تمثله التوصيات التي سيخرج بها على مستوى الأداء الأمني بشكل عام وشدد على ضررة مضاعفة جهود وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات الأمنية وتنفيذ خطط وبرامج العمل من جانبه شدد نائب مدير الأمن وشرطة على الارتقاب العمل الأمني وأن تنظيم العمل ستكون له مردودات إيجابية وهو ما تسعى إليه قيادة أمن وشرطة المحافظة وضرورة بذل أقصى الجهود للنهوض بالعمل الأمني لأن الأمانة الملقاة على عاتق رجال الشرطة والأمن تأتي في المقام الأول لخدمة المواطنين والمحافظة على أمنهم وسلامتهم